طيب الحقيقة نجاحات اتحاد كرة اليد ومنتخب مصر في الأولمبياد واستمرار هذه النجاحات لهذا الاتحاد دفع البعض بل الكثيرين الحقيقة للمقارنة بين ما يحدث في الكرة في كرة القدم وما يحدث في اليد لاتنين ألعاب جماعية لاتنين خارجين من رحم الرياضة الواحد لاتنين عايشين في نفس الظروف لاتنين تقريباً الأندية الرعية ليهم والمحتضنة للعبتين تقريباً هي نفس الأندية لاتنين عندهم وضع محلي استلزم تغيير الاتحادات وعلاقة بالاتحاد الدولي الاتحادين أفرزوا قيادات دولية في كرة اليد من وصل إلى رئاسة الاتحاد الدولي الدكتور حاسم الصفا وكرة القدم من وصل إلى اللجنة التنفيذية للفيفا المهندس هنا بريدة عشان كده يمكن هذه المقاربة اللي فرضتها لنتائج الدورة الأولمبية خليتني أكتب مقالة النهاردة في الأخبار اتحاد اليد يدير كرة القدم هل ده طرح البعض مغالفيه ولا لا لقيت في نفس اليوم فنان الكاريكاتير عمر سليم في المصر اليوم تقريباً راسم نفس المعنى وقايل فكرة يمسكوا رئيس اتحاد كرة اليد رئاسة اتحاد كرة القدم ده طبعاً من فرط ما يحدث بين يأس وإحباط في الكرة وتقدم ونجاح مبهر يصل إلى درجة تكريم رئيس الجمهورية وإشادته بالمنتخب الوطني كرة واليد ايه الفرق؟ الفرق؟ ببساطة شديدة القيادة ممكن تاخدها في سكة العلاقات العامة ان تقود اتحاد أو نادي اه او مؤسسة رياضية او حتى فنية انك تاخدها يأما في سياق وخصوصاً لما يبالك مناصب دولية العلاقات العامة ودعم شخصك مع المؤسسات الدولية بحيث يبقى لك وضع قوي فيها اه او تاخدها في سياق ان تأخذ مسئوليتك الحقيقية ولو بإجراءات تبدو غريبة تبدو صادمة واحياناً مؤلمة لكن نتيجتها قدام شوية بيبني انها كانت لصالح المكان لصالح اللعبة فتوصل انك انت يبقى قوتك في مركزك الدولي نابع من فكرك مش من علاقاتك قوة الدكتور حسن مصطفى جاءت من هنا انا عرفه مترابين مع بع لكن محدش فينا كان متوقع الرجل ده هيوصل لإيه وهو إيه اللي في دماغه يعني انت لما تشوفه كان لعيب كان لعيب دولي كان فيه ناس وقته أشهر منه كان لعيب هندبوت هو كان لعيب دولي طب بطل أول مبطل يصدمك أول صادمة حكم لا أنا مش همرن غير فريق الأول للنادي الأهلي الفريق الأول يروح ممرن فريق الأول للنادي الأهلي ويعمل فيه طفرة طب حسيب النادي الأهلي مش همرن غير منتخب مصر الفريق الأول وهنا اقتربت منه كإداري بقى أنا أنا كنت في الاتحاد كرت اليد من 80 ل88 وهو كان مدارن منتخب مصر كابتن حسن مصطفى كشخصية ما يريحش بعض القيادات فما يبقاش على علاقات تقول إنه بيتجامل آخر واحد في الدنيا حيتجامل وهو مسؤول لأنه زي ما أنت شايفه كده حد ماسك مشهرة الجراح فداخل بطلباته فبعض الناس كانت جوه الاتحاد موفق عليه على مضد لكن بتتمناله الإخفاق فكان بيقدر يواجه كل ده بينجح طب وهو مدارن منتخب مصر قرر أن يخوض معركة رئاسة الاتحاد المصري لأنه اكتشف أنه مش هيقدر كرة اليد تطور إلا لما حقق بعض الأفكار الخاصة به وأنا الحقيقة أزعم أن أنا حارب أنه ياخدها بالتسكية وأنا عدو اتحاد كرة يد وطوله ما جماع الرجل ده حينجح حينجح فمش عايزين نعمل شرخ في أسرة كرة اليد وكان موجود الوزير عدل عبدالباقي رئيس الاتحاد مستشار عدل عدل باقي وأعملنا اجتماع مع سكرتير مناطي وطوله عدل بيه كان هو خلص مدتهم ويقدرش ينزل تاني وطوله مش عايزين إحنا كمسؤولين نتحيز لحد لأن الدكتور حسن مصطفى والناس كلها مستغربة هو إيه يسيب مدار المتخب مصر عشان يجي رئيس التحاد وطوله حينجح حلقته بالناس فيها قناعة وفعلا وقفنا إنه أخدها بالتسكية وخدها بالتسكية وخدت معاه دورة بقى أنا كامير صندوق وعده مكتب تنفيذي إيه رجل إنت بتعمله ده يقولك من ضمن قرارات يعني أول عمل لجنة فنية ومسيكها لخبراء حقيقيين قلونا أفكاركو إزاي هو النمط بتاع اللعيب المصري ده نجيبه منه فعملوا مشروع طوال القامة والعمالقة وقات شرف الاتحاد المصري بنفسه إنه يوزع المواهب دي ها الأندية في المراكز اللي محتجالة عشان يبتدي يعمل منافسات قوية بين كل الأندية وعدين الشول طب عايزي شجع الأندية إنه تجيب لعيبة شول شول وبموصفات معينة قالك اللي جوني اللي جيبوا الأشوال باتنين مثلا لا أيوة في فترات في الدوري وبعد الفترات ايه ايه عام بداي ده طيب أنا عايز هو ده بقى فكرة تطويع المسابقات لتقوية اللعبة ما هاموش بقى من الاعتراضات هو أنت عامل عشان ننادي الفلاني عنده لعيبة أشوال وأنا ما عندش جيب لعيبة أشوال فكل جاري بقى يجيب لعيبة أشوال عامل ايه تاني قالك لما تجيب جون من برة مسافة معينة زي السلسية بتاعت الباسك الباسك يتحاسي مش عارب باتنين ولا بتلاتة لأ وفترة خلى بين الشوتين رميات جزاء ما هو لسه عايز بقى يدربك كمان حراس المرمى تصد واللعيب تسجل قالك بنخسر مطشات كتيرة بضربات الجزاء أصبحت نتيجة ضربات الجزاء اللي بعد كل مباراة جزء من نتيجة المباراة فتتغير النتيجة فتهتم انت بإحراسة المرمى وتهتم بإنك وتبتدي بقى تخش في الجديد في التطوير تبتدي السكاوتينج كل مدرب يدرس الحارس اللي قدامه كل حارس يدرس اللعيم اللي حيشوط عليه بعد كده رأى عامل مشروع ربط الدور المرتبط وبعدين قالك إيه طب وتعتقد بقى تتميلي فوق وتجيبلي لا وكل سنة يغير المرتبط مرة 14 مرة 16 مرة 18 فخلق مناخ في إيجاد الموهبة التي تفيد مكانش غريبة أن بعد الشهة تاخد بطولة كأس العالم الناشئيين اللي اتعمرت في مصر مع جمال شمس في بداية التسعينيات وعادة تسعين مكانش غريب مكانش غريب بعد كده تكرر الإنجاز أكتر من مرة بالمركز التالت مكانش غريب أنك تبتدي تظهر كرة اليد المصرية على الصحة الدولية كفرقة من أهم تمن فرق في معظم الأحوال على مستوى العالم مكان وابتدي كافأك يعمل لك تنظم كأس العالم هنا في عز وياسول هو طيب طب أنا ليه بقول كده كل ده وهو بعد إيه لما جيه بقى يترشع اتحاد الدولي إيه ده كابتن حاسم دولي إيه كابتن حاسم سلح نفسه إزاي أتقن اللغة الألمانية وراح فين لسويسرا كلمهم بلغتهم أصبح صديق شخصي أنت حتشوف الرجل ده بفكر إزاي أنم تابعوا قريب منه أول مرة العرب قدموه ودعموه وطبعا الدولة تاني مرة جدرته بس تصاحب على مين جوزف بلاتر أقوى رئيس الاتحاد في العالم والجمعات العمومية على فكر زي مصر كده هتجدها معظمها متشابك مدخلها واحدة فأنت لما تقول حسن مصطفى ماش فكرة لومانسية يمسك اتحاد الكرة يقدر لا هي أفكار حسن مصطفى والتحاد تتطبق في الكرة طيب لو كان حسن مصطفى عشان يبقى رئيسا للاتحاد الدولي وكان ده النهج التقليدي إنك تمشيها سكة علاقات عامة هو نفس الشخص يقدر ينجح كان ممكن بس ما كانش يستمر لكل الفترة دي طيب يقدر يطور لا ما كانش هيتطور لأنه كان هيتطر عشان ما يزعلش أحد ما ياخدش القرارات المؤلمة وأي رئيس وقائد حقيقي لابد أن يتخذ بعض القرارات تبدو مؤلمة وصعبة ولكن اللي صالح المستقبل ده في كل اتجاه ها اللي عايز يكسب الحب هيصطدم بالصح اللي عايز الصح هيتحب هيتحب والفرصة متاحة في اتحاد الكرة اللجنة السلسية تم المد ليها من الاتحاد الدولي لغاية خمسة يناير أحمد مجاهد أعلن أنه مش هيترشح فبالتالي أصبح لزامن أو أصبح المطلوب وفقاً للوضع الحالي أن كرة القدم هذه فرصة ذهبية لإعادة تطوير كل منحيها إذا كانوا بيتكلموا على ربطة الأندية المحترفة يريد ده يتطبق وبسرعة وبجدية كاملة مش بطريقة شكلية علشان نفضل كالتحاد ندير ولا نتحكد لا تحرير كرة القدم من خلال ربطة الأندية المحترفة سواء للفريق الدور الممتاز أو القسم الثاني ثم التالي اتباعاً للأندية المحترفة ده واجب مهم جداً هيكلة المسابقات هيكلة لجان الاتحاد تنظيم المنتخبات لأنه لازم أن نشوف مين المنتخب اللي هيما السلة في باريس 24 من دلوقت إذا كنا جدين في هذا التحول المهم جداً في هذا التوقيت من استقرار التشريعات من هيكلة المسابقات من تطوير لجان الاتحاد فليكن لكن أعتقد هذه المقارنة ما بين اليد وما بين القدم تخلي سكان الجبلية يخجاله جداً إن ده حاصل هذا التكريم والتقدير لمنتخب اليد وإشادة الناس كلها بيه وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ثم هذه الإخفاقات المتتالية وترابع المستمر في كرة القدم إذا كنت عايز تقارن تعال نقارن بين اللعبتين في الدورة الولمبية مش من ناحية النتائج المناخ السيطرة ما سمعناش عن مشكلة واحدة في كرة اليد لكن في كل معسكر لكرة القدم روح كاس العالم حتى صح أو غلط تطلع لك مشاكل تيجي تنظم بطولة هنا تطلع لك مشاكل تاختك من تركيزك يتدخل فيها اللعيبة يتدخل فيها الكباتن تنتهي مباريات المنتخب مصر تكتشف إن كان فيه مشاكل سواء على الكابتنة أو المشكلة اللي ظهرت بتاعة المشكلة الانضباطية دي بتدلك هو ده ده الفرق على طول لما يبقى فيه انضباط بيوصل لحد يعني اللي يقولك المكاسب في قط اللبس المكاسب في قط اللبس وفي كل مكان وفي المطعم وفي الأوتوبيس وفي حجرة النوم كل حاجة إذن نموذج كرة اليد بهذا الشكل مهدى لكل الاتحادات الرياضية أرجوكوا اشتغلوا بفكر وبرؤية أحسن من كده شوية لأن اللي حاصل نفسانة ومشاكل وإثارة مشاكل وتصفية حسابات وأغراض ومصالح ومنافع وأشياء أخرى ترجمة نانسي قنقر